لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا برحب بيكم معظم مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل العقل وعنون حلقتنا النهاردة الوحابية يرسلون الحقد والكره عند شيخ الأزهر شفنا في الحلقة اللي فاتت إزاي الشيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب قاعد يعيب على مسهب دول الخليج وإنه مسهب ضل ونواصل كلام شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب عن مسهب الخليج ونشوف الفيديو اللي جاي هذا هو المسهب الذي اختاره المسلمون أولا لأنه يمثل الإسلام الصحيح إسلام الصحيح ليس إسلام التكفير ليس إسلام التفسيق والتبديع الفاضي والمليان ليس إسلام الشكليات والتمسك بالشكليات والإحمال الجوهر هنا شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب يقول أن المسهب الأشعاري لم يفرض على الناس بالعكس إطلاقا ده هو المسهب اللي اختاره المسلمون أو لأنه بيمثل أولا لأنه بيمثل الإسلام الصحيح ليس إسلام التكفير وليس إسلام التبديع والتفسيق على الفاضي والمليان ليس إسلام الشكليات والتمسك بالشكليات وإحمال الجوهر ومش زي المزاهب التانية اللي هي مزاهب غلات الحنابلة اللي بين قصين قال عليهم شيخ الأزهر النكسين اللي هما الوحبية نتابع مع بعض هيقول إيه شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب في الفيديو اللي جاي الأخرى والموجودة الآن ومنذ أن كانت تجد هذه المزاهب لا تركز على حقيقة الإسلام وإنما معاركها دائما معارك شكلية بحتة شكلية بحتة مثلا حضرتك مرضو التاريخ وارجعوا إلى ابن الأسير وارجعوا إلى التاريخ معروف حركة الحنابلة في القرن الرابع الهجري كانوا يعني يدخلون البيوت وعلى حد التعبير القديم يكبسون البيوت عارف أقولك في كفسة مثلا هنا بلغتنا كانوا يكبسون البيوت إذا وجدوا نبيذا أراقوه وضربوا أهل البيت إذا وجدوا جارية مغنية كان في الجوارب يغنوا ضربوها وكسروا آلة الطرب إذا وجدوا امرأة تمشي مع رجل في الشارع استوقفوهم إما تبين أنها محرم وإما أن يقبض عليه ويسلب إلى شرطة ويضرب شيء من هذا القبيل شيء الأصهر بيقول شوف المزاهب الأفرة اللي موجودة دلوقتي مش بتركز على حقيقة الإسلام ولكن معاركها دائما معارك شكلية بحتة وعطى مثل من التاريخ وقال ارجعوا إلى ابن الأسير ورجعوا وارجعوا إلى كتاب التاريخ ومعروف حركة الحنابلة في القرن الرابع الهجري كانوا بدخلوا البيوت حد تعبير الأديم يعني يكبسونا البيوت عارف كده لما يقولك فيه كبسة مثلا بلغتنا إحنا كانوا يكبسونا البيوت ولو لقوا نبيت قرقوا وضربوا أهل البيت ولو لقوا جارية معينة يعني كانت الجواري بيضي يغنوا ضربوها وكسروا قلت الطرب أو لو لقوا امرأة تمشي في الشارع مع راجل بيوقفهم غاية ما يتباين أنها محرم وإما أن يعني يقبض عليه وبيسلم للشرطة ويضرب شيء من هذا القبيل طبعا الكلام ده لا يحدث الآن في أي دولة ما عدا الدول الوحبية الوحيدة وهي إيه هي السعودية دول غالات الحنبلة نكسين على حد تعبير شيخ الأسهر الدكتور أحمد الطيب وطبعا ما يسمى بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطبعا خلينا نشوف لقطات يعني من اللي بيقصدها شيخ الأسهر في الفيديو اللي جاي وطبعا ما يحدثني وطبعا ما يحدثني لا 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 مالك اي احق تجبرنا ندخل جوا حنا جلسين هنا ما اذنا احد لا لا شوف الناس كلهم هناك فيه هناك ناس شوفهم وفيه هنا ناس يمشون وحنا جلسين هنا ما جينا عند احد ولا جينا ولا يسوينا شيء احنا قاعدين نمشي هنا والمحلات والصلاة مقفلة مالك ندخل جوا المحل كذا المؤسسة ممنوع ندخل جوا المحل في كاميرات ممنوع ان تجمع مالك صلاحية اخوية توكل على الله غصب هي أخذ جوالها أخذ جوالها كل شيء أريد طلع جيني جوال لا أريد حي لا أريد حي لا أريد حي لا أخذ جوالها هاته جوالها جوالها لا أريد حي أخذ جوالها يفتح جوالها يفتح جوالها كل شيء يوسع بر السوق أنا أعلمك أنا أعلمك مين بطلع بر السوق أنا أعلمك مين بطلع يا كمالك دخل أستغفيني لا الحكومة لا أحكمتك عشان تلاحقني الحكومة قالت ما في مطاردات وقالت ما في أحد شغلتكم تنصحون النات وتمشي مالك دخل في أحد مين بطلع بالرسوق مين بطلع وش عندك وش عندك مالك دخل يا خاني حرة أنا حرة أحط من كيري بعت نظر من كيري ليش مين بطلع يلا وش بتتوي مين بطلع وش بتتوي يلا أعلمني وبرضو بنلاحظ كلام شيخ الأصهر في الفيديو القبل ده على حد التعبير القديم يكبسون البيوت عارف كده لم يقولك فيه كبسة ولأن مسهب غلات الحنابلة الوهابية لا يهتم إلا بالشكليات مسهب تكفير وتفسيق وتبديئة ولذلك نجد معاركهم زي ما هيقول لنا شيخ الأصهر في الفيديو اللي جاي ولذلك تجد معاركهم في ما تزروش القبور ما تعتقدوش الأولياء واتهمون الدول التي فيها مثل هذه الأمور بأن عقائدهم مدخولة طيب ده يرسل حقد ويرسل الكرح شيخ الأصهر بيقول ولذلك نجد معاركهم في ما تزروش الكبور ما تعتقدوش الأولياء ويتهموا الدول اللي فيها مثل هذه الأمور بأن عقائدهم مدخول طيب ده بيرسل حقد ويرسل كرح وطبعا إحنا تكلمنا أكتر من حالة إن ابن حجر بيؤمن بالتبرك بالصالحين والأولياء أحياء وأمواتهم بزيارة الكبور إلى آخر تلك الأمور وإن ده جائز عند الأشعارة وجائز برضو شد الرحال لزيارة قبر النبي استقلالاً والكلام ده كله شرحناه وكل ده ممكن نلخصه في كلمة واحدة وهو التصوف أو السوفية والمسهب الأشعاري مسهب يقبل التصوف بل وحتى بيقسمه إلى تصوف محمود ومزموم يعني تصوروا إن ابن حجر بيقول مصطلح التصوف المحمود وده كلام في صحيح البخاري كتاب الأتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنة عن رسول الله ويقول كده والكلام في التصوف المحمود يعني تصوروا ابن حجر اللي كل كلامه عن الأولياء والتبرك بيهم وبأثرهم وكل ده أنا أنا في الحلقات اللي فاتت ويردود علماء السنة عليه بأنه كلامه فيه مخالفات عقادية ما بين شرك أكبر وشرك أصغر وبدعة وفي الآخر ابن حجر بيقول في تصوف محمود والتصوف المحمود طبعا بالنسبة لابن حجر مش هيكون غير شرك أكبر وشرك أصغر وبدعة وعشان كده الشيخ الأصهر بيربط بين التصوف بشكل مباشر وبين زيارة الكبر وبين اعتقاد في الأولياء وبدلاحظ أن الشيخ الأصهر بيقول أن الوهابية ما لهم شي حق يقولوا لينا ما تعتقدش في الأولياء وهنشوف الفيديو من الأول وشيخ الأصهر بيربط بين التصوف وزيارة الكبر والاعتقاد في الأولياء ونشوف الفيديو مع بعض يعني مثلا التصوف عمرك ما تجد أشعري يمكن التصوف بالعكس معظم أو كل علماء المذهب الأشعري بما فيه مشيخ الأصهر القدامى كانوا متصوفين ولهم كتب ولهم رسائل في التصوف يجي لك مثلا المذهب الحنبلي المتشدد يرى أن التصوف كفر ولذلك تجد معاركهم في ما تزروش القبور ما تعتقدش في الأولياء ويتهمون الدول التي فيها مثل هذه الأمور بأن عقائدهم مدخولة شفنا شيخ الأصهر بيقول حمرك ما هتجد أشعري ينكر التصوف بالعكس معظم أو كل علماء المذهب الأشعري بما فيهم الشيخ الأصهر القدامى كانوا متصوفين وكانت لهم كتب ولهم رسائل في التصوف يجي لك مثلا المذهب الحنبلي متشدد يرى أن التصوف كفر ولذلك تجد معاركهم ما تزروش الكبور ما تعتقدش في الأولياء ويتهمون الدول اللي فيها مثل هذه الأمور بأن عقائدهم ما تقول طيب ده يرسل حقد ويرسل كره طبعا زيارة الكبور معناه كبور الأولياء اللي فيه المساجد والاعتقاد في الأولياء وبيتهم الوهابية أنها ترسل الكره والحقد للدول اللي فيها زيارة الكبور دلوقتي أنا هعمل ملاقص لحلقة النهاردة وهنا شفنا والنهاردة شفنا شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب بيقول أن المذهب الأشعري لم يفرض على الناس بالعكس إطلاقا ده هذا هو المذهب اللي اختار المسلمين أو المسلمون أولا لأنه بيمثل إسلام الصحيح وليس إسلام التكفير ولا إسلام التفصيق والتبديع على الفضل والمليان وليس إسلام الشكليات والتمسك بالشكليات وإحمال الجوهر وأن المذاهب الأخرى اللي موجودة دلوقتي مش بتركز على حقيقة الإسلام ولكن معركها فيما تزولوش الكبور ما تعتقدوش في الأولياء ويتهمون الدول اللي فيها مثل هذه الأمور بأن عقائدهم مدخولة طيب ده بيرسل حقد ويرسل كرة ونلاحظ إن شيخ الأصهر ربط بين زيارة الكبور والتصوف ووصف المذاهب الأخرى إنهم بيكبسون على البيوت ويدايقوا الناس في الشوارع وطبعا الكلام ده مش بيحصل دلوقتي في أي دولة معادة الدول الوهابية الوحيدة هي طبعا السعودية ده دولة غلات الحنابلة نكسين على حد تعبير شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب وفي سؤال مهم لشيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب قلتك إيه لما قلت إن الوهابية بتقول ما تعتقدوش في الأولياء وبنلاحظ إن شيخ الأصهر بيقول إن الشيخ الأصهر القدامى كانوا متصوفين وطبعا ده إحنا اعتراف بناخده من شيخ الأصهر طيب الشيخ الأصهر الجدد هل متصوفين ولا لا؟ هل حضرتك متصوف يا شيخ الأصهر؟ بتعتقد في الأولياء وإجابة السؤال ده تابعوني الحلقة الجاية ونشوف هل شيخ الأصهر متصوف أم لا؟ وأنتق بكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصوية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقلك ما نقبل بعقله إذا يرد بعقله إذا ينكر بعقله يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقل المشاة